الحياب لما ندخل في محاور لقاء حلقة اليوم وهو لقاء مهم جدا لازم أعلق للمرة العشرة أو العشرين على موضوع التكاتج في مصر للأسف يبدو ممكن أنا قلت قبل كده وأنا بتكلم على هذا الموضوع أنه هيجي يوم موضوع التكاتج يخرج عن نطاق السيطرة بالنسبة لأجهزة المعنية يبدو أن ده حصل لأن للأسف التكاتج دلوقتي بقت منتشرة في كل مكان على الكباري موجودة على الطرق الزراعية موجودة على المحور موجودة على الدائري موجودة على كل الطرق في مصر موجودة للأسف شديد يعني دلوقتي أصحاب السيارات الخاصة بيشكوا مر الشكوى من التكاتج الموجودة في مصر تكاتج شغالة بطريقة عشوائية بعيد عن أي نظام أو أي انضباط خارقة لكل قواعد المرور المعمول بها طبعا سير عكس الاتجاه اللف من أي مكان صاحب السيارة الملاكي بيبقى ماشي في أمان الله وفاجأة توك توك بيلف من قدامه بأي شكل من الأشكال أنا مش عارف الموضوع ده هيستمر لغاية فين يعني فيها جماعة ظواهر سلبية موجودة في محافظاتنا للأسف وكل الإنجازات اللي بتتم واللي بيعملها سيادة الرئيس في جميع المحافظات الحقيقة مثل هذه الظواهر تشوه منظر المحافظة ما ينفعش ما ينفعش في محافظاتنا يبقى هذه المركبة تسير بصورة عشوائية بلا أي ضوابط يعني أتمنى للمرة العشرين أنه يعني الأجهزة المعنية تتحرك أنا مش بقول نلغي التكاتك لا تشتغل التكاتك لأن هي مصدر رزق لعدد كبير من الشباب لعدد كبير من المواطنين لكن على الأقل تكون مقننة يعني على الأقل الناس تتبع قواعد المرور وهي سيئة هذه المركبة اللي هي للأسف بيحصل بسببها مشاكل خطيرة وحوادث كثيرة موسيقى